المصارحة، نرى، كنا من الناس الذين نعتقدوا في التسيير، ليس تسيير اقتصادي، في الحقيقة كان نهب واضح، كان الناس كانت تسرق، تعطي نفسها القانون بإسم القانون أن ينهبوا أموال الشعب، وما هي الطبقة الاقتصادية؟ لأن الناس لا يعرف من أكبر الأوليغارشيا، لا يعلم أنه لا يعلم أنه لا يعلم أنه لا يعلم أن يكتبه. ما هذه المطبقة؟ هذه المموف أبركة. الناس غيطاء لكي يدعوا بهم أدراهم ومن بعد أن يصبحوا في الحبس، ويقول لك أن يستهل في الحبس. حتى يسرق، لماذا يقول الناس لوراءه؟ ما تقوم به؟ يجب أن يفتح المجال للناس الذين يستطيعون أن تبني الاقتصاد. ما هي الأموال التي ينزلونها؟ الأموال التي يجب أن ترجع. يجب أن نواصلوا في هذا العمل. أما الناس الذين يسرقون، تتحاسب. تتحاسب لماذا يسرق كيلو بطاطا إذا يذهب للحبس؟ أو الأخير يسرق الملاير ومن بعد أن يقول له لا يجب أن نطلقه ونتقاسمه. ما معنى هذه هذه؟ لا، يتحاسب لأنه يرى بلادنا المشكلة تحا. والبعد الأخلاقي. ولا نحب أن نبني دولة قوية. وشغل كله قال دعونا ننسى والماضية ونعود. لا تستطيع تعود لأن الدولة تتبنى على المبادئ. لا تتبنى شيء على التفاهمات والاشتراك في الجريمة. دعونا نبني دولة على الصح. ضع مليار زوج ملاير ربع ملاير ضيعنا. دولة ملاير ملاير دولار. وبعد ذلك على مليار زوج نعود أن نبيعه. الأسس المبدائية لدولة. لا تستطيع. شخصياً أنا لا أعطي شيء كره للناس. ولكن على الأساس مبدائياً. كي تقول لي نتفهمه معاه يردلنا شوية ونطلقوه. هذه ما نضر من الأخلاق. ترجمة نانسي قنقر